في ظل ما يواجهه المواطن الجزائري من مصاريف كثيرة أنهكت كاهله أضحى يتجه يوما بعد يوم نحو شراء ما يحتاجه من آثاث وأجهزة كهرومنزلية وغيرها من السلع بالتقصيط وما زاد رواجا لهذه الثقافة الاستهلاكية هو اتباع العديد من المحلات التجارية نهج الصيرفة الإسلامية في تعاملاتها فالتقصر لنعوز أزارة اليوم هي محلاتي نهج الصورية لنقصر لي أن أفعل من المحلات لا يمكنني انتفاهم فكرة، إنا نحرك لف smoothراء الزابع هذه الصورية تستطيع الشراء والأسوات والمقاطر ويوجد الوطن يوجد لفتحالية نهج الى أنه يأخذ الكثير من الأفشال لإهاجه في عامل من المعزيزة سنتعى في ادرس ومقاطن في حالة إلى ردة إلا أن تجارة البيع بنظام التقسيط عبر المرابحة لها شروط معينة وغالباً ما توفر حقوق الضمان على السلاحة وخدمات ما بعد البيع كان ثلث شروط باش واحد يقدر يشري فاصيلاتي يكون عمره بين 19 و70 سنة بالنسبة لآخر سحب يكون الراتب تاعه يساوي أو يفوق زوجملين ومص سنتيم ويكون مرصم في العمل يالو أو يكون عنده عقد عمل غير محدد لمدة حنا هنا الكليون كي يدي زمان قولوكاش برودوي ما عندوش رابور إنيسيال ولا دفع مسبق يدفعوه ثم يدي البرودوي تاعه ومد أبري مو باش يبدو ينحولوه وديات من الصالر تاعه كل هذا عن طريق الشراكة مع عدة بنوك تعتمد الصيرافة الإسلامية كمصري في السلام الإسلامي أضحط الصيرافة الإسلامية تواكب الاستثمار في مجال البيع بالتقسيط من خلال بروز فعاليتها في ترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا المساهمة في رفع المستوى المعيشي للفرد الجزائري